توقعت الهيئة العامة لأرصاد الجوية أن يسود اليوم تقص مائل البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية على أن تستمر الأجواء الباردة إلى يوم غد الأربعاء مع توقعات بانخفاضات جوية في المناطق السحلية يمتد تأثيرها إلى الداخل وتنحصر يوم الخميس المقبل المزيد من التوقعات الجوية مع مرسلنا أحمد الحسيني من هيئة الأرصاد الجوية نحييكم من الهيئة العامة للأرصاد الجوية حيث نتعرف على أحوال الطقس في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن تستمر برودة الطقس وأيضا هناك توقعات بهدوء نشاط الرياح وقلة سرعتها مزيد من التفاصيل نتعرف عليها من خلال ضيفنا الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتور محمود بعد التحية يعني مزيد من التفاصيل عن أحوال الطقس في الأيام المقبلة نحن اليوم بالفعل هو بيستمر معنا ضروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي بنشهدها منذ حوالي 48 ساعة ماضية بيستمر معنا اليوم بالفعل صحب الغزيرة التي تؤدي إلى أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعضية أحيانا على معظم محافظات الساحل الشمالي بداية من مطروح والأسكندرية غربا وحتى محافظات دميات وبرسعيد وشمال سيناء شرقا أيضا هذه السحب تمتد إلى الداخل لتشمل المناطق الأولى من الوجه البحري المحافظات الأولى من الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية أيضا لها نصيب من هذه الأمطار الغزيرة حاليا التي تتساقط عليها أيضا امتدت هذه السحب إلى بعض المناطق الداخلية من الوجه البحري وبعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى كل ده رصدناه اليوم من خلال صور الأقمار الصناعية الموجودة لدينا التي تشير بالفعل منذ ساعات الصباح الباكر إلى استمرار تكاثر هذه السحب الممطرة على أغلب مناطق الجمهورية أو تحديدا على أغلب الجزء الشمالي من الجمهورية بيستمر معنا أيضا انخفاض درجات الحرارة اليوم بشكل كبير عن الفترة الماضية اليوم على سبيل المثال العظمى على القاهرة سجلت 16 درجة مئوية وكذلك على السواحل الشمالية للجمهورية بيصاحب هذا الانخفاض في درجات الحرارة نشاط لرياح على كافة مناطق الجمهورية وكذلك على مسطح البحر المتوسط نشاط الرياح بكل تأكيد بيعطينا مزيد من الإحساس ببرودة الطقس فلو سجلت درجة الحرارة على القاهرة 16 درجة مئوية بيستشعر بيها المواطن وكأنها 13 و14 درجة مئوية دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلام ببلاء العمل للأرصاد الجوية شكرا جزيلا لحضرتك وكما تعبعنا تستمر برودة الطقس على شتى محافظات الجمهورية وبالتالي على المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية اليكم زملائي فلسطو